زيك يا شباب عارفين بعد ما اتفرجت على فيلم افطار الجزء التاني اعدت ايام ادور في حاجة مهمة جدا ومش لقي لها سبب نوعا ما ليه الفيلم ده نجح بالشكل ده ليه جمع 2 مليار دولار ويعتبر رابع اعلى فيلم ايرادات في تاريخ السينما ايه اللي بيقدمه زيادة اعدت قالي في فيديوهات الاجانب ولقيت ناس كتير بتتكلم عن العائلة والبيئة والكلام ده بس ده مش واكل معايا انا عارف ان هو ده السبب وده اللي هنتكلم فيه بس في نفس الوقت فيه افلام كتير او ما اجدبش عليك اتكلمت عن العائلة زي سلسلة فاست مثلا وجابت ارباح بس مش رابع اعلى ارباح في التاريخ افلام تانية اتكلمت عن البيئة وما جابتش الارقام دي ده غير برضو مستحيل تكون المؤثرات البصرية هي السبب اول فيلم مبهر بصريا ويعتبر من اعظم الافلام اللي اتعملت بالمؤثرات البصرية واستخدموا طرق جديدة في التصوير والمخرج جيمس كاميرون بنفسه اخترع له كاميرات جديدة للتصوير تحت المية وخد جائزة الاوسكار السنة دي في فئة المؤثرات البصرية بس برضو فيه افلام تانية مؤثراتها كانت حلوة جدا وعظيمة زي سلسلة افلام الافنجرز وافلام تانية كانت حلوة بس ما نكحدش كده خصوصا بعد الكورونا زي دكتور سرينج وجنون الاكوان الموازية او ستار وورز او انت مان او شزام الجزء التاني وهنا بعد تفكير كتير قوي قدرت اعرف سبب نجاح الفيلم ده وهو اللي بيتقسم لحاكتين البساطة والسخط او الغضب ركز بقى معايا معلم عشان قدرت اقرأ ما بيدخل عقل جيمس كاميرون وصدقني هخليك تسقف له دلوقتي نبدأ بموضوع البساطة في المافتار الجزء التاني قصته هي نفس قصة الجزء الاول بالحرف مع اختلاف شوية تفاصيل في الجزء الاول البشر بيروحوا الكوكب باندورا عشان يسرقوا منه الموارد فبيضمروا الكوكب والطبيعة ومن ضمن البشر دول جيك سولي جندي عاجز مشلول بيخش جوه افاتار ازرق بيديله رجلين وبيتحرك بحرية بيرتبط مع شعب النافي الاصليين في الكوكب وبيحب بنت وفجأة ولاهو بيتغير من البشر للجنس النافي وبيساعدهم في هزيمة الجنرال كادرش اللي جاي يسرق موارد الكوكب ده ويدمر اشجار ايوة المقدسة طب الجزء التاني هو برا عن ايه كادرش اللي هو شرير الجزء الاول بيرجع بس المرادي بيرجع على هيئة افاتار نسخة من الجنرال اللي اتقتل في الجزء الاول والبشر برضو المرادي جايين مش بس عشان يسرقوا الموارد لا عشان يحتلوا كوكب بندورة بالكامل لان الارض بتموت جيك وقالته دلوقتي بيوقفوا لهم بالمرصاد حرفيا نفس قصة الجزء الاول بس المرادي جيك كون عيلة جيمس كاميرون قالك ليه اعلي على الجزء الاول والموضوع ابسط من كده بدل ما حط بلوتو استاد كتير وشريري بطيب او بطل يتغير او حد من العيلة البطل يخونه لانا هقدم نفس القصة بس هخليها ملحمة هتعمك اكتر في العالم ده هوريك تفاصيل اكتر هلحمك فيه اكتر وانت بتتفرج وخليك جزء منه جيك بطلنا اب مخلف اربعة منهم طفلة بالتبني ابنه الكبير جندي مثالي بينفز اوامره بس ابنه التاني متمرد مش بيسمع الكلام بس قلبه طيب واخر بنتي ليه هي بنت صغيرة اوه جيمس كاميرون عارف ان ده مبتذل وبسيط بس بيخدم قصته اولا لان ابنه الكبير هيكون مجرد ظل للصغير بيساعده يظهر اكتر كل ما الصغير يتمرد والكبير بيغطي عليه ده بيزرع فكرة ان المتمرد ده هو الشخصية الافضل او المحورية في القصة او هو اللي بيحرك الاحداث وبالفعل ده بيحصل في الفيلم في الاخر طبعا اللي بيموت هو الابن الكبير المثالي والاب الاول مرة في حياته بيبدأ يفهم ابنه الصغير وبيقول له انا شايفك دلوقتي تضحية الابن الاكبر كانت ضرورية عشان الملحمة تكمل والصغير دلوقتي تأسس انه خليفة الابوه تعال بقى نخش على الاب جيك في الجزء ده بيتعامل مع ولاده اكنهم جنود بعقلية المارينز اوامر وطاعة كاملة مشاعر قليلة مش قادر يفهمهم قوي وفاكر انه كده بيحميهم او بيحمي العائلة طريقته في الحماية هو انه يهرب من البشر يسيب المكان اللي هو قائد فيه ويقايش في مكان تاني محدش يعرف عنه حاجة دور الاب انه يحمي ده كان كلامه نفسه لغاية ما ادرك في النهاية ان الاب مش بس بيحمي لأ لازم يهتم ويرتبط بولاده وده ده يدخلنا للجنرال كودريتش كودريتش هنا مش هو نفس كودريتش الجزء الاول الدوله جانب عاطفي او جانب انساني ده غير انه نسخة معاه ذكرياته وشخصيته كلها بس اقوى كودريتش المرادي مختلف مستحكر نسخته البشرية لانه فشل اتهزم في ارض غريبة ومات بطريقة مغزية عشان كده لما شاف جمجمته ما زعلش عليه لأ حطمها كدليل انه بيتخلص من ضعفه دلوقتي وبيتطور وبيقبأ اقسى او متوحش اكتر بس رغم كل القصوى دي فلسه متعلق بابن نسخته البشرية سبايدر اللي تربى طول حياته واستشعب النافي بس في نفس الوقت مش جزء منهم مش بيعتبروه واحد منهم حياته مش مهمة زيهم لما تخطف من ابوه سابوه محدش كان مهتم ينقذو نتيري مراد جيك بتعتبرو حيوان أليف وكانت حرفيا مستعدة تقتله بدون رحمة في اخر الفيلم لانه بيفكرها بالبشر اللي جوم احتله وكوكبها وخلي بالك الجزء ده ما تعمكوش فيه قوي يعني لما سبايدر في النهاية انقذ ابوه كدريتش ورجع تاني لصولي ما شفناهوش بيكلم نتيري حتى لما صولي حضروا واعتبروا ابنه فيه حاجة جوالوات ده تغيرت شاف حاجة هتهز كيانه بالكامل شاف نتيري اللي كان بيعتبر نفسه جزء من جنسها عايزة تقتله وابوه البشري بيحبه وما كانش عايزه يموت ده هيغيره وغالبا هيحولوا الجاسوس للبشر في الأجزاء الجاية وهيغير من تفكير نتيري برضو لما تشوف ان مش كل البشر زي بعض وزي ما فيه الحلو فيه الوحش نتيري نفسها لورسة قصة ابوها اللي مات في الجزء الأول قائد القبيلة وكانت كلماته الأخيرة انها تحمي شعبها ومع ذلك قرار تسيب شعبها وتسافر مع جيك لقبيلة تانية عشان تحمي علتها ده غير الجانب المتوحش المجنون اللي شفناها فيه لما مات ابنها وفي نوبة من الغضب كانت بتقتل البشر اللي قدامها بمنتهى الوحشية لكنها قم بلا موقوطة على وشك الانفجار والوحيد اللي يقدر يوقفها هو جيك نفسه كراهيتها للبشر بتزيد وغالبا ده هيخليها تندفع وتأذي حد بريء الأجزاء الجاية وهيوريك بقى الصراع النفسي اللي جوها نتيري اللي بتتحول ببطء للناس اللي بتكرههم أو بينتهم بالتبني الأخيرة اللي باين جدا انها موهوبة وعندها قدرات مختلفة عن باقي جنسها بتقدر تتواصل مع آيوة أو الكوكب بشكل أقوى وبتخضي كل الكائنات الحية اللي حواليها لسيطرتها زي ما حصل في البحر وخلت الشعب المرجانية تقتل البشر في وسط دهشة أبناء جنسها اللي ما يقدروش يعملوا كده أو لما خلت السمك الضوئي رشتها المكان أهلاء عشان تنقذهم في نهاية الفيلم البنت دي هي السلاح الأقوى لشعب نافي حرفيا مصير الحرب كلها في إديها وهي لسه لما تستكشف قدرتها أكتر وتتطور هنشوف التحول الحقيقي لشخصيتها بساطة القصة في إنها واضحة مباشرة مفيش أي رسائل مخفية حرفيا مفيش تعقيدات مفيش جو شوق ولا تدوق مفيش حلب قصة عن العائلة عن حبهم لبعض عن الأب اللي كل شوية يقول حكم لولاده والولاد اللي لسه بيحاولوا يلاقوا طريقهم في الحياة ومن ضمن الرسائل الهدفة اللي برضو مباشرة هو رسالة الحفاظ على البيئة جيمس كاميرون من أكتر الناس اللي بيعشعوا حاجة اسمها الطبيعة أخرج أفلام وثائقية كتير عن الطبيعة وبيتبرع بفلوسه للجمعيات الخيرية طريقته في الدعوة للحفاظ على البيئة عبقرية يا أخوانا كاميرون لعب على الوطر الحساس لينا جاب لك مجموعة من الحيتان البشر بيصطدوهم عشان ياخدوا منهم مادة بتمنع الشيخوخة مادة حرفيا حجمها لا يتعدى الإزازة اللي هو أنت قتلت كائن وزنه 50 أو 60 طن عشان حاجة مجيشه الربع لتر وبدبح الكائن ده مش بس لوست الطبيعة لأ أنت أخدت حاجة مش ملكك آلاف من الحيتان بتموت بنفس الطريقة على الأرض عشان كاميرون يخليك تتأثر وتتعاطف ما خلاش الحيتان دول مجرد حيوانات لأ خلاهم كائنات زكية كائنات عقلة بتفهم وليها لغة تواصل وعندهم وعي وارتباط مع السكان الأصليين فما كانوش بيقتلوا مجرد حيوانات لأ دول كأنهم بيقتلوا بشر زيهم بدم بارد عشان المشاهد الجبالة اللي ما عندوش قلب يحس ومش بس قتلوا الأم لأ دول قتلوا كمان جنينها العجل الصغير اللي الأم بقالها سنين طويلة بتحاول تخلفه وزود جرية العاطفة بحتة إن الحيتان واخدين عهد على نفسهم ما يقتلوش أبدا حتى لو تقزوا أو حد قتلهم عشان كده الحوت اللي ارتبط بابن جيكل متمرد بقى منبوذ لأنه قتل من أكتر المشاهد العظيمة واللي ببرد القلب لما الحوت ده انقلب على البشر ونطق للسفينة بتاعتهم وقعد يضمر فيها شفت الفزع والدهشة في عيون البشر اللي كان عايز يصطاده اللي هو تعود إنه يصطاد ويلعب بالأضحية بتاعته من غير مقاومة دلوقتي شايف لو الطبيعة انقلبت عليها تعمل في ايه كان رسالة واضحة من كاميرون بيقول لنا خافوا من الطبيعة لأننا جزء منها مش ملوك عليها ملناش الحق نضمرها زي ما احنا عايزين دي غير رسالة تانية واضحة وصريحة زي لما الجنرال قالت إن الأرض بتموت والبشر لازم يهاجروا البندورة ومع ذلك محدش فيهم اتعلم إن الأرض أصلا بتموت بسببنا بسبب اللي عملناه فيها لأ دول جايين بندورة يعملوا فيها زي ما عملوا مع الأرض بالزبط بدون أي ندم لكنهم هم الجنس الوحيدة على الكوكب عنطزة فرغة وجبروت محتاج حد يعرفهم تمامهم ويبين لهم قد إيه هم حثالة الكوكب ملهمش حق يستعمروه أو يقتلوا فيه بدون حساب برضو مشهد قدوم البشر على الأرض وحلق الآلاف الأميال من الغابة في بداية الفيلم كرسالة إن البشر كل ما بيجوا في أي مكان ده دليل على الشر والخراب بعيدا عن البيئة نفسها عايز أتكلم عن عالم جيمس كاميرون أعتقد هو المخرج الوحيد اللي قدر يبني عالم مثالي بالشكل ده عالم كل حاجة فيه متربطة حتة إن الأرض بتحسه والمكان نفسه ليه طاقب تربط كل الكائنات الحية ببعض دي عظيمة يا أخوانا أولا عشان يعرفك إن شعب نافي عمره ما هيتحول للبشر مهما تطور لأنهم حرفيا بيعبودوا الطبيعة وكل قبيلة لها شجرة مقدسة بتربط الكل ببعض لغير بيفتح المساحة للسكان الأصليين البدائيين بالتفوق على البشر البشر معهم بنادق وسواريخ وأسلحة وتكنولوجيا لو حربوا ناس بدائيين أكيد هيبيدوهم مش هيبه فيه مقاومة أو ملحمة فعشان نوازن القصة دي ونخلق صراح هنحول الناس البدائيين دول لناس بيقدروا يتواصلوا مع الحيوانات سواء بقى حيوانات أليفة أو مفترسة بيتواصلوا مع الطبيعة نفسها هنخلي الطبيعة كيان زكي قادر على حماية نفسه والناس اللي فيه فبدل ما البشر يحربوا قبائل بداية لقدوا بيحربوا كوكب كامل وهنا الخطورة بتزيد وحس الريسك بيقى عالي جدا وإنت بتبقى متحمس أكتر وإنت بتتفرج عشان تشوف ساعتها مين اللي هينتصر ده غير بالألوان والمؤثرات البصرية العالم البحري بالكامل بكل الكائنات اللي فيه تكنولوجيا البشر المتطورة التفاصيل الصغيرة جدا جدا زي التوكل في شعر جيك نفس التوكل في شعر ولاده البندقية نفسها اللي بيستخدمها الجيك مختلفة ومطرزة بشكل تاني عن بنادق البشر الأسماك المضيئة وانعكاس النار عليهم أو حتى وجودهم في المياه اللي بيديك إحساس بالألفة أو الحرية أكنك عايز تنط معهم جوه المياه أو إن سكان قبيلة المياه تطوروا بشكل مختلف عن قبيلة الغابة لونهم اتغير ديولهم أكبر عشان يعموا بشكل سلس أكتر التنانين اللي بيركبوها وفرص النهر اللي بيسبحوا به وإزاي بيركبوه بيمسكوه من أني حتة بالزبط تفاصيل صغيرة جدا غرضها الوحيد إنها تسحلك مش بس تبهرك لا تستمتع بكل لحظة فيها لدرجة إنك قاعد بتتفرج ومش حاسس بالتلات ساعات بتوع الفيلم أصلا اللي هو أنت سواء في السانمة أو شفت الفيلم ده في البيت محتاج تكون الدنيا مقفولة عليك وما تسمعش همسة من الناس اللي حواليك عشان تخوض رحلة أنت عارف إنها مميزة ومش هتتكرر تاني المؤثرات البصرية هنا بتخدم القصة مش مجرد إبهار بصري أو فرض عضلاته السلام زي أفلام الأبطال الخارقين اللي تحولت لمؤثرات بصرية بلا قصة أو عالم يشدك وده يدخلنا في الجزء التاني من كلامنا الصخط في السنين الأخيرة سواء في الوطن العربي أو أمريكا الناس جالها صخت على ثقافة الووك والأجندات اللي بيتتحلف في هولوود الناس زهقت من كتر الأفلام اللي بتحاول تفرد الأجندة على حساب القصة والأجندة هنا مش مثلية بس لا أي حاجة لها علاقة بالسياسة عموما أو النقاشات الجندرية أو القضايا النسوية أو الحوارات الفاكسينة بتاعت فرض الثقافات المختلفة على الشعوب بالعافية عشان كده لما نزل فيلم توب جام مافريك كان أول فيلم يحقق المليار دولار بعد الكورونا رغم أن قصته وتصويره وإخراجه أكنه فيلم طالع من التسعينات أصلا بس الناس اشتاعت للنوعية دي من الأفلام راجل بيحب بنت وعنده حلم يحققه وبيواجه الشرير صعب يقضي عليه رغم الصعوبات ومع ذلك بيحاول وبينجح وبيسلم الرايا للجيل اللي بعده الناس متعطشة للنوع ده من الأفلام مع قطرة أفلام الأبطال الخارقين والأفلام اللي بتفرد الأجندة فلما نزل أفادار قد من الناس اللي هم عايزينه أب بيحمي عائلته ضد غزو البشر في عالم رفض وجود البشر أصلا مفيش مشاهد خارجة أو إباحية مفيش ألوان مفيش بطلة بتعلي على البطل عشان تبين أنها أجمد منه لأ هي جامدة فشخ وعندها ثقة في نفسها وبتستمد قوتها من جزها وبياخدوا رأي بعض في الحاجات المهمة والصح هو اللي بيمشي من غير أي عافية زو مفيش بطل ذكوري بيعامل زوكته بطريقة وحشة أو بيستعبدها أو بيهنها بأي شكل من الأشكال مفيش ولد أو بنت بيعودوا في نص الفيلم يعيطوا إنهم ألوان والمجتمع مش قابلهم وفي النهاية الأب بياخد ابنه بالحضن وبيقول له أنا فخور بيك إنك عجلة مفيش عنصرية مجبرة أو جنس معين مهمش أو بيعلي على التاني أو خطابات سياسية ملهمة عن معاناة فئة معينة من الناس دايما بيصيحوا في كل فيلم فيلم تجاري بحت بيخدم الجمهور وبيخليهم يستمتعوا من غير ما يحسوا الثانية بالملل أو إنهم مش مرتاحين من الأجندات وحتى لو فيه أجندة ما تفرضهاش عافية الحمها بالقصة وعيشني فيها عشان ما طلاش من الفيلم أرفام منك ومتضايق على الوقت اللي ضيعته فيه في النهاية حابب أوضح حاجة مهمة طالما عملت فيلم تجاري أو شباكي بعمل للناس عايزة تشوفه آمل الحاجة اللي تشدهم ويسيب الأجندات والسياسة والنقاشات الفلسفية أو القضايا العميقة المثيرة للجدل لأفلام المهرجانات والمستقلة الفيلم التجاري مفهوش جانب فني قوي وأنا مش داخل أتأمل في جماله أو أشغل دماغي أنا داخل أستمتع بس تقييم الفيلم أفاتار الجزء التاني هو عشرة من عشرة تجربة عظيمة وفريدة من نوعها أتمنى ما تتحلبش الأجزاء الجاية ويكمل في نفس مستوى العظمة ده بس كده أمعلم خلصت حلقاتنا على كده أقول لين ترايك في الكومنتات وكل عدة ما تنساش تعمل لايك لأن اللايك بيدعم وبيسائي جدا تعمل سبسكرايب لو لسه أول مرة في القناة وتفعل جرس التنبيات لحبيت الحلقة وحبيب المحتوى وبيس